هل نفهم هذه العنوين أنس بهذه الروح؟ هل يفهم القرأة الإسرائيلية بهذه الصيغة؟ طبعا نتنياهو وانطلاقا من الأزمة التي يعنيها يسعى إلى تحطيم كل قواعد اللعبة سواء بمحاولة فرض الالتزام الحزبي داخل حزبه بإقصاء عدد كبير غير مسبوق من عناصر حزبه لضمان عدم نشوء أي معارضة تطالبه بالاستجابة لضغوط الجماهير والضغوط السياسية بتقديم استقالته بوصفه رئيس الوزراء غير قادر القرأة الإسرائيلية فهم بأن رئيس الوزراء فقد صوابه مثل ما قال أبراموبيش؟ طبعا هذا جزء ولكن نتنياهو يحاول التخفيف من هذا الأثر باللجوء خطوة متقدمة بدفع المعارضة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي للانشغال بقضية أكبر تعبر عن تحطيم لقواعد اللعب وتقاليد الحياة السياسية في إسرائيل بتعديل القانون الأساس الذي يخوله بالتفرد في قرار الحرب هذه الخطوة تهدف بالأساس ونتنياهو رجل إعلام محترف إلى جعل السياسيين والحيز الإعلامي يقسم جهوده لتصدي لهذه الخطوة الخطيرة والحساسة جدا بالنسبة لمصير إسرائيل وحتى مصير المنطقة لتقليل الهجوم الإعلامي عليه يعني التفرد إذا ما نجح القانون الذي يسعى عليه التفرد بقرار الحرب هل هو مقدم إلى أنه قد يهرب إلى الحرب من التحقيقات التي تلاحقه؟ طبعا هذا خيار وارد والتجربة علمتنا أن رؤساء سابقين لجأوا إلى هذا الخيار ونتنياهو حتى تقديرات الأشخاص القريبين منه يعيش حالة من الدعر وقد يبادر براق قال أن نتنياهو مذعور جدا وقد يبادر إلى شن عدوان على لبنان أو قطع غزة أو أي حرب أخرى قد تكون عدوان على إيران مقابل النجاة بنفسه نتنياهو حسب جيروزالين بوست أعلن بأنه يرحب بمبعوثي الرئيس الأمريكي ترامب الذين من المفروض أن يصلوا إلى البلاد ما الذي يجعله يرحب بهم بهذه القوة وليس بالأمر الجديد وهو يعرف من هم أول أعضاء هذا الوفد ليسوا فقط مناصرين بل من المتحمسين للإستيطان ومن الداعمين لشخص نتنياهو وأيضا نتنياهو يريد أن يؤدي مثل هذا الخبر إلى حجز حيز من التغطيات الإعلامية للتخفيف عن قضايا الفساد التي تلاحقه ليقول للإسرائيليين أنا زعيم قوي وحتى الآن أواصل تأدية مهامي وبلورة إجماع في الولايات المتحدة الأمريكية يدعم لإسرائيل في الوقت نفسه نتنياهو حسب جيروزالين بوست في رئيسيتها طالب الولايات المتحدة بضرورة أن يتم إقامة دولة كردية في المنطقة ما الذي يريد أن يقوله أيضا هنا لماذا هو معني بدولة كردية وهو يعرف أنها ستكون على حساب أربع دول نتنياهو وأصلا إسرائيل تاريخيا تدعم إنشاء وتفتيء واقتطاع أي جزء من أي دولة عربية وأيضا هو يعلم أن هذه الدولة ستشكل بؤرة صراع وتوتر مع المحيط سواء مع محيطها العربي وأيضا مع الإيراني وأيضا مع محيطها التركي كما حدث في السودان وهم أصلا مثل هذه الأيام يحتفلون بنجاحاتهم في السودان باقتطاع جزء من دولة السودان وإقامة حكومة موالية لهم هنا ويسعى إلى توسيع النفوذ الإسرائيلي من خلال التظاهر بأنه مناصر لحقوق الآخرين شكرا لضيفنا الزميل أنس أبو عرقوب وشكرا لمشاهدين ونعود بكم إلى رانيا في الدوحة